فطرتك كويس؟ آه الحمد لله عشان عندنا النهاردة مواضيع مواضيع ده جاهزين عشان نسحب لدى سخنة على طول يلا بي إيه رأيكم في موضوع الفار اللي مش موجود في الدول تفضل خيال خيال الأول طي بص أولاً الأزمة دي لازم نعترف ممكن أنا كنت بتكلم مع صديق الأستاذ محمد في الموضوع ده إن الأزمة دي تعود للمهندس أحمد مجاهد هو اللي قاعد سنة كاملة ما يدفعش الفلوس فلوس الشركة رغم أن أنا تفرقت على الإنترو اللي هو قال لك أني أن التقنية نفسها دي الفرجن الأول اللي عمل فيه وفيه تقنية فيه أكثر من تحديث نزل تاني بس أنت دلوقتي الشركة اللي أنا حسب معلومات أنا وسطلن الشركة لها فلوس ونهاية السنة دي العربيات التلات عربيات اللي هم جابوهم هيقولوا بالتبعية اللي لاتحاد المصر والكرة القدم يبقوا ملكية ليهم فبالتالي هو لو استنى لنهاية الموسم مش عارف يأخذ فلوسه بمعنى لنا خلاص التقنية نفسها كل العربية اللي هي موجودة دي هتروح لمين ملكيتها طول للتحاد ملكيتها بحكم العهد اللي اتعمل في عهد لأساس عمر الجنين هتقول ملكيتها لاتحاد الكرة مصر فبالتالي انت مش تعرف تاخد فلوسها كشركة أنا بتكلم هنا بوجة نظر الشركة الأسبانية فهو قال لك لأ ستوب ما تطلعوش مش هنشتغل إلا ما ناخد فلوسنا طيب راحوا إيه اللي حصل دور على الموضوع اكتشفوا إن الفترة بتاعة المهندس اللي هي اللجنة الأحدية اللي كان بتدير اتحاد الكرة اكتشفوا إنه هو ما كانش في حد بيسدد فلوس خالص خالص ولا جنيت دفع ولا جنيت ولا السنة دي كلها الدفع جنيه بالتالي انت لما جيت حتى للمجلس اللي موجود نفس الموضوع معنا دلوقتي مش عارف ايه الموضوع طيب الفلوس دي ما كانش بيتدفع حاجة أنا أدفع ليه فأزمة فضلت متواصلة حاولوا سافر حد أزماني يحل الموضوع نفس الموضوع اللي احنا فيه الشركة مصممة على الفلوس اللي كانت طبقا للعقد وبتقولك اللجنة الأحدية قالت لك مش هندفع فلوس فأفضلت القزمة دي لحد ما نسألت لك ايه استوب مش هندفع فلوس إلا ما نشوف الموضوع فهم يحالوا يعني خلال اللي أنا عرفته من شوية إن خلال 48 ساعة 72 ساعة بعد دخل وزير ممكن الموضوع يتحل وترجع تقنية الفيديو بس طبعا اللي بيحصل وخاصة في مطش المصر والزمج النهاردة شيء كارسي كارسي بمعنى الحرف فيه أخطاء واضح فيه ضربة جزاء يمكن حتى أنا شوفت الكابتن حسان حسن قبل ما ندخل دخل الملعب نزل الملعب نزل الملعب فراكلة جزاء نكون عشان كنا على الهوى لا 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 ده فيه كرة يعني دخل الملعب لأن الكرة أنا مش هقول لك ضربة جزاء واتخذ مثلا إجراء عقابلة خلنا في ضربة الجزاء أنا مش هقول لك انظر أو طرد خلنا في أن فيه ضربة جزاء كانت واضحة ما تقبلش أي لابس لو فيه تقنية فيديو كان رجع مش تقنية فيديو زي بتاعت السنتين اللي عدوا لأ تقنية فيديو لأ الحقيقة اللي ما تطبقها في رباك لأن السنتين اللي عدوا مكنتش بتطبق تقنية فيديو برد فالطبع رباك كان خلاص ضربة جزاء فطبعا نتمنى أنها ترجع خلال يومين اللي جاي لأن طبعا الدوري في مباراة مهمة جدا جدا خلي بالك أنت عندك دوري صراعي الهبوط تحت مشتعل بشكل كبير عندك الصدارة النادي الأهلي هدفه كبير السنة دي فأنت جاي دلوقتي في مرحلة مهمة وحاسمة دلوقتي وتقول أني ما فيش فردة يعني كارسة لا طبعا